هلو يلا نخش في المعاناة برج الحوت يتصل بك ده بيبقى كابوس بالنسبة لي كابوس عارف الكابوس هو ده بقى الكابوس ان انا اشوف واحد من برج الحوت يقعد يتصل بيا ويكلمني اه واعد اتكلم معاه ونتكلم برج الحوت يتصل بك ده كابوس معناه ان في مكالمة حلطمة ودراما واحزان ودموع انا بسميها مكالمة الندامة مكالمة الحصرة مكالمة الحزن مكالمة مع برج الحوت تاخد منها طاقة سلبية تكفيك 7000 سنة مكالمة مع برج الحوت يجي لك خمول وكسل ونق بعد الطاقة السلبية اللي بتطلع منه مكالمة مع برج الحوت معناه ان انت تروح تجهز الكفن وخيشة عشان تلف نفسك وتدفل نفسك وتموت برج الحوت ده برج سوداوي برج كده بيدل على الاعمق بيدل على نهاية الاشياء بيدل على النوم الكسل انا بصراحة ما عرفش ايه اهمية برج الحوت في الحياة انا ما لقلت لهمش اي اهمية في الحياة البرج ده ملوش اهمية من زمان وانا قلت الكلام ده عنهم ولكن المكالمة مع برج الحوت هيشكي لك ويبكي ويعيط ويصوت ويلطم ويندب حظه ويخبط على وشه ويسقف على وشه ويلطم ويجيب لك جميع الاخبار الحزينة في المسامح كريم بتاع جورج كرداحي ودراما رخيصة بتلاتة جنيه نص ودراما رخيصة كمان مرة باربعة جنيه نص وجميع انواع الدراما الرخيصة وجميع انواع النكد وجميع انواع الطاقة السلبية وجميع انواع الشكاية والبكاية فطبعا أسوأ يوم في حياتي هو اليوم اللي أنا بتكلم فيه مع شخص من برج الحوت أو يعني من ريخ الحوت أو طلع حوت كده الناس اللي عندهم كواكب في الحوت أنا بتحسس منهم أنا ما أحب البرج ده خالص ما أدانيهم بعيشة الله هم طيبين وكده وكيوت يعني ودراما بس أنا ما أفضل ما عرفش أنا شتمت الحد فين في السنابة المهم المهم يا أخي في الإسلام أنه برج الحوت الله يهدي برج الحوت يتصل بك يا دين أمي يا دين أمي جال أصداع جال أصداع من قبل مرضى على المكالمة أنا عارفش اللي يحصل في المكالمة ها قعد أسمع هاستمع بقى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب جميع الكوابيس وجميع الأحداث السلبية اللي في الكوكب هتلاقى في المكالمة جميع الكفرة والمشركين وهكذا فسبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أرجع تاني وأقول البرج ده برج غريب عجيب الشكل برج فضيع يعني ملوش حل وملوش وصف وملوش حد وبرج كده أنا مش لقيله تفسير في الأرض ولا في السماء ولا لقيله أي تفسير في الحياة ماذا يريد برج الحوت؟ يريد إن هو يتحلطم ويشكي ويبكي ويريد إن هو يعيش دور الضحية ودور الشهيد ويحكي لك الأحزان الأحزان من الطفولة وأمه كانت بتضرب على رجله وأبوه كان بيضرب على رجله وهو كان من عائلة فقيرة أو كان من عائلة غنية بس ما كانش مستمتع بالفلوس أو كل صحابه باعوه وخنوه وغادروا به وهو يحول الله الشهيد شهيد الأمة العربية والإسلامية هو اللي ضحب نفسه من أجل القدس ومن أجل تحرير فلسطين ومن أجل نشر الدعوة الإسلامية في معركة اليارموك ومعركة القادسية ومعركة مؤتة وغزوة مؤتة وغزوة بدر وغزوة حنين وجميع الغزوات الإسلامية والفتوحات هيحكي لك عن النكبات اللي في السماء وفي الأرض هيحكي لك عن حروب الجن مع البشر وحروب البشر مع الملايكة وحروب الملايكة مع البشر والجن هيحكي لك عن جميع النكبات اللي في الأرض برج الحوت لن يبقي لا صغيرة ولا كبيرة إلا ويحكيها لك في ديك أم المكالمة أسود مكالمة في الحياة هي المكالمة مع برج الحوت أسود مكالمة ممكن تشوفها في تاريخك كله مع المخلوق ده طبعا انا بطلت اكلمهم مقاطعهم قطعت الكلاب من زمان اعرفهم ومعاشرهم الله ياخد الكفر بس معاشرهم من زمان رجالتهم ونسوانه واحد يقول لي لا ما انت ظلمته انت ظلمت البرج ده هم ممكنوا يكون نسوانهم بس لدرام لا 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 معاشرهم انا معاشرهم رجالتهم ونسوانه نكبة نكبة ربنا خلقهم في الارض عقاب ابتله زيهم زي برج العزراء كده ابتله وزي برج العقرب برضو ابتله ربنا خلقهم ابتله من الله وزي برج الجدي كده ابتله احنا احنا قلنا كتير ان ربنا ابتلانا بالله بعده رباعي النكبة العزراء العقرب الحوت الجدي هنعمل اش طيب ازا وجدت هذه المكالمة برج الحوت يتصل بك اعرف ان انت هتحتاج 3 كيلو ملح عشان تقوم تستحمى بعد المكالمة من كتر الطاقة السلبية وهتحتاج تجهز خمس اغاني تسمعهم عشان تفرفش من كتر الحزن والكبت والقرف اللي هتاخده في المكالمة والاشكال النكادية بتاع برج الحوت البرج ده ما يضحكش تصدى ان برج الحوت عمره ما بيضحك بيبكي بس يحزن بس يصوت ويلتم زي النسوان بس فانا احترت في البرج ده وبما اننا انا عرفتهم وخلاص انا فهمتهم فانا اكررت من زمان من خمسين الف سنة كده ان انا اعطع البرج ده مخاطعة الكفار مانش فضيلهم صراحة والمكالمة مع برج الحوت هي مكالمة تأثر العمر وتجيب الهم وتؤدي الى الانتحار يا شيخ فكنا منه فكنا منه